بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشراف المرسلين أهلا بكم مشاهدين في كل مكان وهم جديد واستاذ الأحلي النهاردة في الجزء الثاني من حلقتنا سيكون معايا ديوفي الأكرام كابتن مصر النادي الأهلي ورئيس اتحاد الكرة الأسبق كابتن عصام عبد المنعم وأيضا كابتن مصر النادي الأهلي كابتن حمدى براضي نتكلم عن أحوال الدوري المصري الممتاز والعديد من الأمور التنظيمية أيضا داخل اتحاد الكرة وكيفية استعداد التحاد الكرة منتخب مصر إلى كأس العالم في الروسيا 2018 لكن في البداية حابب أتكلم مع حضراتكم على أحوال النادي الأهلي أخير يعني العديد من الأمور بعد تعادل النادي الأهلي أمام ودي دجلة ابتدى كلام كتير يطلع على النادي الأهلي وابتدى الكل اللي شايفه يبتدي يتحدث عنه مين الناس اللي ما بتلعبش مين الناس اللي لازم ترحل مين اللي لازم تيجي وكلام بيكتر في الأونة الآخرة كل الكلام كان على لعبين ولكن قبل ما بنتدي نتكلم في هذه الأمور لازم نشوف الوضعية أصلا فين النادي الأهلي أين في هذه المرحلة وهل هذه المرحلة طبيعية ولا مش طبيعية يعني حأخذ معي حضراتكم مثال بريال مدريد الإسباني ومشابه للنادي الأهلي النادي الريال مدريد وبطل اللي جا الأسبانية بطل دوري أبطال أوروبا ولكن في بدايتها وأيضا كسل عامل أندية سواء هذه النسخة أو النسخة السابقة ولكن كأي فرقة فيه على مستوى العالم لما توصل لطب المستوى نهاية القدرة الجمالية في الأداء في بعض الأمور بيبتدي المؤشر بينزل إلى حد النقل لكن لما يجي ينزل المؤشر لازم نبص إيه الأسباب يعني هل هو تقصير من اللعيبة هل تقصير من الجهاز الفني ولا في عوامل أخرى لازم نبص كده على جدول الدوري العام ونشوف النادي الأهلي بيلعب ماتش كلها ديه نشوف النادي الأهلي على مدار المسلمين اللي فاتوا بيلعب كام ماتش وإسوة ببقية الفرق المنافسة اللي معاف نفس البطولة هو بيرايح قد إيه وهما بيرايحوا قد إيه هتلاقوا فيه تفاوت كبير جدا النادي الأهلي ابتدى بطولة الدوري الممتاز ثم بطولة كأس مصر ثم دوري أبطال أفريقيا ثم بطولة عربية ثم تكملة لدوري أبطال أفريقيا ثم دوري عام والنهاية لدوري أبطال أفريقيا والوصول للمباراة النهائية ثم تكملة في الدوري العام ومباراة كأس مصر أمم إفريقيا في كل هذه الأمور استقطعت فترات كبيرة جدا من الدوري كان النادي الأهلي عليه أنه هو يضغط مباراةه في الموسم الماضي انتوا شفتوا النادي الأهلي كان بلعب مع زناكو الزامبي يوم سبت ورجع ولعب يوم اثنين أمام النادي المصري واحدة من أهم المباراة اللي في بطولة الدوري العام كل هذه الأمور النادي الأهلي أكبر عليها دي بعض من العوامل اللي بتؤدي إلى عدم سبات المستوى وأيضا وجود الإصابات اللي بشكل كبير جدا وخاصة في مركز قلبي الدفاع يعني أي فريق في العالم بيبع عنده أربع لعيبة في مركز قلب الدفاع لكن لما يتصاب لك منهم ثلاثة ده أمر غير طبيعي ده أمر غير طبيع وده حاجة من سوق التوفيق اللي ملحقه كابتن حسين البدري وفريق النادي الأهلي في هذا الموسم خاصة أن كمان الاتنين اللي بلعبوا عندك بلعبوا أساس منتخب مصر سواء سعد سمير أو رامي ربيعة الاتنين بلعبوا مطشط كتير جنب بعض في منتخب مصر مش بس مع النادي الأهلي ديف على ذلك أن انت عندك ضغط المباريات ديف على ذلك أن انت عندك بعض من الأخطاء وارد جدا أنه لما يبقى فيه معدل في المستوى نازل يبقى فيه أخطاء الأخطاء دي محتاجة إلى معالجة النهاردة كان فيه اجتماع مهم جدا جدا بين لجنة الكرة في النادي الأهلي بيبقى قيادة طبعا كابتن محمود الخطيب وكابتن عزيز عبد الشافي وأيضا كابتن علاء عبدالصادق ودول أعضاء لجنة الكرة مع الكابتن حسام البدري ده الاجتماع ده اجتماع مهم جدا كابتن خطيب رئيس مجلس دارة النادي الأهلي ورئيس لجنة الكرة مع كابتن عزيز عبد الشافي وهو الفوتبول ديريكتر أو مسؤول الرياضة وده وجود كابتن محمود خطيب في مران الأمس في مران الأمس مران الأمس وجود كابتن محمود خطيب فيه بعد ما انت حققت أو عملت نتيجة تعادل سلبية أمام فريق ودي ديجلة على الرغم من انت كنت كنت سايد المباراة تماما وان سايد جيم في كل الأمور ولكن في الأخير النتيجة يعني حتى بتسديدة خبطت في ظهر لاعب حسام عشور ودخلت المرمى ولكن في النتيجة النادي الأهلي فقط نقطتين فهنا بقى بيبقى فيه تدخل ولكن تدخل النادي الأهلي بيفرق عن أي تدخل في العديد من الأندية لأن التدخل بيبقى عائل وخاصة لما يكون انت عندك دلوقتي رئيس مجلس إدارة النادي هو أصلا يعني خبير قر وفي نفس الشيء انت دخلت حاجة اسمها الفوتبول ديريكتر وفوتبول ديريكتر غير سبورتينغ ديريكتر لان انت عندك مدير الرياضي ده بممكن يتقال على مدير النشاط الرياضي لكل الأنشطة الرياضية داخل النادي الأهلي بالرياضات الأخرى والألعاب الأخرى لكن الفوتبول ديريكتر نادي باريس سان جرمان كان عنده ليناردو فيه نادي إيسي ميلان كان عنده أحد اسمه جالياني وكل الأندية وودورد فيه منشستر رونايتد كل نادي كبير عنده حاجة اسمها الفوتبول ديريكتر أو الراجل وكنت اتكلمتوا مع حضركوا قبل كده فيه استاد الأهلي ان دور الفوتبول ديريكتر أو المدير الكورة مش مدير الكورة بس لا ده هو المدير الرياضي للكورة داخل الفريق ده بيبقى دور مهم جدا لان ده اللي بيصنع هوية الفريق القروية يعني ايه هوية الفريق القروية؟ لأن نادي الأهلي فرقة بتلعب دايما على الهجوم دايما بتاخد كده زمام المبادرة في المباراة لازم نادي الأهلي على مدار تاريخه في 110 سنة ان اللازم يكون هو الأكثر استحوزا والأكثر فرصا على المرأة هو ده طريقة أداء وهوية نادي الأهلي لو نيجي نتكلم عن نادي الأهلي يبقى احنا بنتكلم على فرقة بتلعب أداء جماعي أداء هجومي بلا انقطاع هجوم 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 لأنه مطالب في الآخر بتحقيق البطولة نادي الأهلي دائما وأبدا يبحث عن البطولة وكل بطولاته وإنجازاته لو بصيته عليها تلاقيه أحلى كرة في مصر وأحلى كرة في أفريقيا على مدار المائة وعشر سنة سواء في دوري أبطال أفريقيا أو سواء في التسعة وثلاثين بطولة دوري ممتاز بيجي هنا بيتم التنسيق ما بين رئيس النادي وأيضا رئيس لجنة الكرة مع المدير الكرة أو الفوتبول ديريكتور طبعا وضعية الكابتن عبدالز عبدالشافي مختلفة تماما مع وضعية الكابتن سيد عبدالحفيز لأن كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة للفرقة ولكن كابتن عبدالز عبدالشافي مدير الكرة في النادي بوضع أشمل سواء في قطاع كرة القدم بين نشئين وثريق أول هنا بيبقى فيه وقفة مع الجهاز الفني بيبحثه ماذا يحدث داخل النادي الأهلي فين النادي الأهلي على المستوى الرقمي فين على المستوى الأدائي والأرقام لا تجذب وأنا دايماً هبتدي بالأرقام لأنه لما نيجي نعمل تحليل لأي فرقة على مستوى العالم الأرقام هي أول شيء لأن الأرقام ما بتجذبش والأرقام ما فيهاش وجهات نظر على أي مستوى من المستويات الأرقام ما بتجذبش وما فيهاش وجهات نظر الرقم بيبقى ثابت ووضح النادي الأهلي من 13 ماتش عنده 9 فوص دي نتيجة جيدة جدا بالنسبة للنادي بيلعب جوة الدور الممتاز نادي الأهلي الوحيد أن من خلال 13 ماتش وصل 9 فوز ولسه عنده ماتشين مؤجلين في حالة فوزوا بيهم إن شاء الله يتصدر الدوري فارق نقطتين عن أقرب منافسين هنا بنشوف إيه سبب التباين اللي موجود أو التذبذب اللي موجود في مستوى الفريق في آخر كام مباراة هل بسبب ضغط المباريات الإصابات كل هذه الأمور بتتحط في ملفه وبيتمه من نقشته على أعلى مستوى هو ده نادي الأهلي على أعلى مستوى هو ده نادي الأهلي قررها التاني ليه؟ لأن النادي الأهلي ما شاء الله عنده من زخيرة اللاعبين اللي يقدر يوفر له وفرة في الحلول في نفس الوقت جهاز فني على أعلى مستوى هو الأفضل في مصر في آخر موسمين ليه الأفضل في مصر؟ الرجل كابتن حسان البدري وجهازه الفني بطل الدوري وبطل الكاس بدون منازع وفاز على كل منافسين وكل المدربين اللي موجودين في الدوري الممتاز كابتن حسان البدري مع النادي الأهلي حقق فوز عليهم إذن هنا بيتم المناقش من الناحية الرقمية من الناحية الفنية وإيه؟ طبعا النادي الأهلي داخل على يناير بيتم منقشة إحتاجات الفريق طبعا كل فريق في العالم على أي موسم انتقلات حتى وإن كان عنده العديد من اللعيبة ولكن فيه لعيبة لم توفق وارد جدا لم توفق فيه لعيبة مصابة فيه لعيبة محتاجة تجهيز فيه لعيبة بعيدة عن الصورة إذن كل هذه الأمور بيتم جمعها في ملف ويتم منقشته على أعلى مستوى لأن النادي الأهلي دائما وأبدا يبحث عن مواصلة الإنجاز ومواصلة المشوار داخل بطولة الدوري العام وكل البطولات سواء كاس مصري أو دوري أبطال أفريقيا للنادي الأهلي في الموسم الماضي يوصل للقاء النهائي وكانت خسارة كبيرة جدا بالنسبة للجمهوري النادي الأهلي اللي عاشق لكرة القدم عاشق لبطولة أفريقيا يحقق الفوزي إذن التدخل من لجنة الكرة في هذا الأمر هو لمناقشة الأمور وطبعا البيان أو الخبر اللي تلعب بتأكيد الثقة على الجهاز الفني ده أمر مهم جدا وقلت لحضركم أن النادي الأهلي فيه تعادلاته الفنية بيبقى على أعلى مستوى من القيادة الفنية والتدخل بيبقى محسوب بالخطوة بالصنطي لما هيبقى تغيير في الوضع ده لازم بيدرسوا التدعيات يعني ماذا سيحدث فيه هذا الأمر وبيبقى طبعا زي ما قلت لحضراتكم بيتم منقشة العديد من الأمور ده كان أبرز ما جاء اليوم في مقدمتي لحضراتكم هطلع فاصل وبعد الفاصل أستقبل ديفي الأعزيز كابتن مصر النادي الأهلي ورئيس التحدي الكرة الأسبق الكابتن عصام عبد المنعم هو أتروح بعيد عشان ننذي الأهل الحديث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة